السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكم في جزء الثالث من Configure EMC Storage ليتعتبر أجزاء أو لابنج أو مجموعة من سلسلة من الفيديوهات اللي بتشرح فيها زي نقدر نعمل Configure Real Storage يستورج دي عبارة عن Virtual Applines معمولة من شركة EMC نفس الOS اللي هو اليونسفير الخاص بالسطورج الفيزيكل بنفس الفيتشر بنسبة 90% فبتقدر من خير هتطبق تطبيق عملي كامل كأنك تشغل على Real Storage, SAN و NAS شوفنا في الدروس اللي قبل كده ازاي نقدر ايه الكونسيبت الخاص بالسطورج الفيزيكل انترفيس شوفنا انترفيس بتاحها الفرانت اند والباك اند وازاي نقدر نعمل ده واللود للأبلانس ده والليسنز الخاص بيها وازاي نقدر نعملها وازاي نعملها Deployment والGeneral Settings الخاص بيها ودا كان ده في الفيديو الاولاني فيديو التاني شوفنا ازاي نقدر نعمل بول عن طريق نحن نجيف Hard Disk Virtual في الأبلانس ده بعدد معين زي ما احنا عوزين وبعدد كده زي نتحرك نعمل لان ونعمل اسكازي ويكونفجر ونكونكت اللان ديت مع البيم وير ومع السيرفر وكان فيه طريقتين عشان نقدر نكونكت بيهم عنده الجزء الثالث هنتعلم فيه زي نقدر نعمل لكونفجر ناس ستورج الجزء الاولاني اعتبر هو SAN اللي هو البول والاسكازي واللان دي كلها عبره عن بلوك لبل دلوقت هنشوف الفايل ليبل الفايل ليبل اللي هو الناس ستورج لكن الستورج اللي هي اليونيتي عم ملعب بيسده بليون وفايد اللي هي بتشتغل SAN وناس في نفس الوقت الناس طبعا عرفين هي فايل ليبل فبيكون بو بورتكولز تانية اللي هي ال NFS والCIFS ال NFS هو بورتكول الشير بتاع الويندوز والCIFS اللي هو بورتكول الشير بتاع مايكروسوفت ويسموه حتى SMB طبعا VMWare بيكوننكت بس على ال NFS والويندوز سيرفر لكن الCIFS بيكوننكت بس مع الويندوز سيرفر يعني الويندوز سيرفر يقدر يكسيزه اما ال NFS الVMWare والويندوز سيرفر يقدر يكسيز ال NFS شير عشان اعمل ال option دي طبعا لازم اتكاريت الاول بول وهو عمل جزء من البول ديت الى ال NFS وCIFS بس الخطوة بورك قبل ما انا كاريت البول ديت لازم اتكاريت حاجة اسمها ناس سيرفر ناس سيرفر دي عاملة زي ال iSCSI انشياتور اللي احنا عملناه ان احنا استخدمنا في الفيديو اللي فات كارت معين عمرتله IP معين عشان يعمل هو الانشياتور الخاص بال iSCSI حتى لو بشكل virtual وهم بحقيقه مش كارت iSCSI لكن انا عملتله software كده ان هو يستخدمه كأنه iSCSI نفس الموضوع هنا هعمل حاجة اسمها ناس سيرفر ده بعرك عن طريق ان انا بعمل IP لأحد كروت النتورك الفيزيكال اللي عندي الموجودة في الستورج وممكن طبعا يكون اكتر من كارت نتورك انا في الحقيقه بعمل تيمينج اصلا بس دي مش موجودة في virtual option ده والتالي عنده اربعة فممكن مسلا ناخد اثنين بيقفية redundancy وحتى كل كارت منها بيكون في مختلفة مختلفة عشان يبقى عندي فولي redundancy على المستوى الهاردوير كمان وهكذا فعشان كارت NFS او SIFS لازم اعمل الناس سيرفر الناس سيرفر اصلا طبعا ممكن تعملها على ويندوز او لينكس ممكن تعمل الناس سيرفر يعني غير شوال لكن هنعمله طبعا هنا من ناحية الAMC coins فاما رفع الستورج بتاعتي ده البول اللي انا مستخدمها البول دلوقات انا اخذت منها جهز عمل طولانز وبرك في نفس الوقت اقدر عمله فايل ليفل لكن عشان تكاريت بقى الفايل ليفل اللي هو SMB او NFS عشان تكاريته اصلا لازم تكون عندك ايه لازم يكون عندك ايه ايه ناس سيرفر فعشان اعمل ناس سيرفر ده الخطوة الاولانية بقى بقى من هنا كده بقى كاريت ناس سيرفر ممكن تعمل اكتر من ناس سيرفر ممكن اعمل ناس وخلاص او ناس وخلاص وهتاخد يعني منين من عند البول دي السايز بتاعها هياخد من البول كذا عنده طبعا هيشتغل مع ايه ستورج بروسوسر الناس ديه من عند ستورج بروسوسر واحده هنا بقى هاختار كارت الاسرنت اللي هستخدمه ممكن اقول مثلا كارت واحد انا اخذت كارت زيرو في الايسكازي هستخدم كارت واحد ده يستخدمه كأنه في عملية تكوننكت مع الناس اللي هتكوننكت على الشير والنفس طبعا ممكن اعمل هنا تيميج لو عندي اوبشن ده بس حاليا في الاخير شوان مافيش وعمل هنا اي بي جديد اللي هم 278 277 30 وعمل هنا ال اي دي بتاعي جيتوي وغيرها ممكن اعمل جيتوي او غي او ما اعمل شي طبعا ده لو انت عندك معسيمة في لها تفرق جيتوي بتاعك ولو عندك فلان اي دي بتدخل فلان اي دي هم هعمل نيكست موضوع ده مهم اوف موضوع الريدوندنسي او تعمل بقى اكون فيجر بورتكولز ايه مع الناس ديت ممكن تعمل كل ال اوبشن ده وتختار بعد كده براحتك ممكن اعمله اكاريت فولدر من عليه الفولدره دي تشتغل nfs version 4 او 3 او smb او ملتي بورتكولز ده ممكن تعمل فولدر نفسه الفولدر ده يشتغل اتنين يشتغل لك nfs و اشتغل cifs ده اوبشن جديد موجود في بعض الستورج وما عملنا هنا اوبشن بتاع ال smb ده والcifs دي قابلك هنا اوبشن لو انت باع عندك عاوز تعمله جوين لو انت عاوز تعمل برميشن على مستوى السيرفر ده يبقى هو جوين فبالتالي الفولدرات اللي انا هعمل لها من خلال الستورج دي ممكن يضبع عليها برميشن بتاع الاكتف ديركتي ده لو انت عاوز تعمل اوبشن ده ممكن نعملها بالشكل ده لو انا عنده دومين بتاعي انا عنده دومين اريدي .lab واعمل الباسورد ده ممكن تعملها او ممكن ما تعملهاش ممكن مستخدمش الشيب بتاع الاكتف ديركتري مع smb او cifs واكذا انا عملت انا عملت كل البروتوكول بس مش ضروري ان اعمل كل البروتوكول دي في الحقيقة لكن بقت الناس سيرفر دي سابورت البروتوكول دي ده هتفدني لو انا دلوقت هشتغل في الاوبشن الجاي عندي ده عندك هنا اوبشن لو انت عاوز تعمل انا او نيبول ن اي اس اللي هو انيكس ديركتري سيرفر حاجة زي الاكتف ديركتري دلوقت تعمل سيرفر ده بصفة عمص انها السيرفر ممكن تقدر تعمل كذا ملتبول انها السيرفر على نفس الستورج لكن طبعا مش مهم اوي دلوقت تعمل كل واحد يشتغل على كنترولر معايا وكل واحد يشتغل على كارت مختلف تعمل واحد مثلا اجتغل ان اف اس و واحد يشتغل سيرف اس وغيره طبعا اوبشنل دلوقت بتكاريتلك الناس دي الناس دي عباره عن كده اعتبرها او اس فحد ذاته يعني من جوه وجوها بروتكول دل ان اف اس و سيرف اس اللي احنا من خلالهم دلوقت خلال الناس دي هكاريت الفولبروات الشير بتاعتي اللي انا هستخدمها في حملية الاجسس كان زمان في ايام ال vnx كان على الناس ان الجزء ده كان بيبقى فيزيكال كده من ضعف جوه الستورج السام ولما كنت افتحها برا عن وينوز سيرفر 2008 وعلي البروتوكول كان حتى براك في الامسي وكان هيتاش نفس الموضوع وكان بيجيبوه مايكرو سيرفر يركبوه جوه الستورج وعلي او اس وينوز او لينكس وبيشعروا من خلاله الجزء من البول يعني مش لانب اللي موجود عنده دلوقتي كاريت لي الناس سيرفر بتاعي على ستورج برسوسر ايه هي الوحيدة طبعا وده الانفورميشن سابورتل ايه البروتوكول لسابورتل ليها وده النام بتاعها اللي الكاريت في الاكتف داريكتر والدنس لان هي عملها جوين طبعا ممكن استخدومه في الاكسل او استخدام الايب طيب اروح اكاريت دلوقتي بقاوزة كاريت اني اف اس وكاريت اس اي ام بي هنقرب دلوقتي نكاريت اني اف اس او كاريت المالتبل اكاي طبعا هو هنا عندنا ستوريج واحده ليها الناس ممكن اقول مثلا ان اف اس اسم البروتوكول نفسه ويسمى لبارد او اسم البروتوكول عادي باي اسم اضافة كده نضافه على الستوريج ان انت تعمل الديهة على الستوريج دي تتمسح بعد فترة معينة وكذا يبقى لها تايم وبعد كده بحصلها اكسبير طبعا مش هنحتاجها هنا دلوقتي هتعمل دلوقتي الفولدر دليه سايز معين ولا تسيبه بكل السايز ممكن شكل ما انا عاوز مثلا اقول له هيبقى 25 جيجا ده حاجة زي الكوتا كده ده المستوى للفولدر ككل هكارت الفولدر ده باسم ايه اقول له هيبقى اسمه nfs1 ده اسم الازر للناس لو انت بقى عندك اكسس فين الخصطات اللي انت هتاخلات اكسس باي دفولت وحتى الاكسس ده ليهم ايه يعني السيرفر ده ممكن نشوف في الفولدر ده بس ريد بس او ريد رايت او ريد رايت او رود ده على حاجة واضيف هنا فين الخصطات اللي عندي عندي هنا ايه اللي هي 100 ده اكي طبعا الوندوز مش محتاجة يعني ممكن الاكسس دايرت فقط واشتغل واشتغل اكي لو اعاوز سنابشوت لو اعاوز ردكيشن وسمري وفنش ودلوقت هو ضيفت اكي ان كده عملت كاريات فولدر اسمه nfs1 وخليتي او اكسس مع ال vmware لكن طبعا من vmware لازم اروح من ناحية vmware دلوقت اعمل configure لها او اضيف لها اي بي وهكذا لو انا عاوز اعمل اتنين في وقت واحد كنت اروح اعمل بقى في الجزء الخاص بال vmware على الجنب ده اللي انا اعمل على الماوز ده واروح من هنا اضيف الفولدر ده ونفس الوقت اضيفه مع vmware لكن انا هنا اضيفت الفولدر ودد برمشها لل vmware لكن ما خلتهش ان هو يعمل اكشن اللي بعد كان هو يضيف الفولدر ده جوا vmware فبالتالي لو انا رحت على vmware بسهولة ممكن اضيف الفولدر ده لو انا اعرف ال id بتاع ال nas storage لاحظ هنا ال nas server غير ال storage نفسها فها multiple id ال id هو management واب 263 ال iscazy وبروتوكول 237 اللي هو بتاع ال nas فهنا مفترض في ال storage data store السيربر اهوت data store هضيف دلوقتي storage وانا هقوله ايه nfs nfs3 او 4 على حسن منطقة تعمل configure وانا اتجر لها صراحة ايش فاتر كنا عملينها انا واحدة هونها اسمه ايه nfs1 ده اللي هيزهر لنا اسم ايه ده اللي هيزهر لنا اسم ايه ده انها في الحقيقة عندنا اسم ايه nfs1 والسيربر كان 190 168 100 2237 وماؤنت لو انت استعملها هالي تقولي فنسك انضافت هاي كل سهولة ده nfs3 والسيز بتاعه 25 جيجا عند هات اللي انا متدهوله وبالفعال اعمل لقوده لو جيتنا الفولدر ده ممكن تجي بعدك تضيفه data وتشتغل وممكن تضيفه بالشكل الاسهل ان انت لو جيتنا واضيف هنا نكست تقول بقى عندي ناس 1 ثم نكست بتعمل مثلا اقول نعمل الفس 2 ويقوم بإضافة المسائة 15 ويعمل لي الهوست اي او وضيف الهوست التاعك نعمل طبعا الـ어 ريد رايت فول ميشن باري اكسس ريد رايت ريبليكيشن و سناب شوت الحاجات المعضياته وفنش هنا يروح يكاريت لك نفس فولدر الاول اسمه نفس 2 ومن ثم يروح يضيف والذيام وير اللي هو في الهوست تحديدا اللي هو 100 مع برميشن ريد رايت واد كل ده هيكوفيجر عندنا بشكل سريع طبعا الانف اس ممكن تعمله اضافه من خلال الويندوز سيرفر في عندك الولند وكماند لان اسمه مونت ممكن تستقدمه عشان تضيفه جوه الويندوز سيرفر عندك كده كارية انف اس 2 لو روح ندلوقتي على البييموير ممكن اخلله بعض الوقت اهو اشتغل عندي انف اس 2 اللي هو امسحته 15 مين راح زادة هنا ما رحتش ضفته ونضاف اوتوماتيك ليه لان استخدمته الاوبشن بتاع فييموير ده راح اعمل لي كذا خطوه راح ضفلي كاريتلي فولدر اسمه انف اس 2 متشاير عندي بالانف اس بورتكولز على ناس 1 من البول 1 واخدلي 15 جيجا ورح اعمل اكسز مع الهوست اللي هو المية واشتغل معي بكل بساطة وعمل لي data store واحدة طبعا لو حطيت في virtual machine هلا عندي اسامل virtual machine هنا الهاردسك بتاحه عشان نعمل connect للانف اس على اسم المسال انف اس 1 مع السيرفر اللي هو الويندوز سيرفر عندنا 12 في الاول هضيف السيرفر ده هنا الويندوز سيرفر وليكن مثلا ويندوز 2012 على حسب طبعا اي اسم تعوزه اللي هو اس بتاعنا هو ويندوز سيرفر الاجيبتعه 192 186 182 222 ده الاجيبتعه السيرفر الخاص بيه next next finish بضيفه هنا عشان اضيفه برميشن اعمله اكسز اكي دير رقعه تبعه اكسز هنا هو ممكن اضغط عليه هنا وقول له ينضاف مع يعني اللاند معينة او فولدر معين او غيره او اروح للاند دلوقتي يدبق السوري الف اس من هنا الف اس وان وعرواح اضيف الهوست اد اد ادى ويندوز سيرفر 2012 الاجيب بتاع ده دلوقتي اضيفته عندي دلوقتي اضيفته عندي اكين ندوتو برميشن اربطته مع الف اس ده مع الهوست ده اللي هو 222 اللي هو اللي قدامي ده فعشان اضيفه اما تعمل بقى command line اللي هو اسمه mount او حتى من map drive ممكن تعمله تكتب اتنم باك سلاش والقابي بتاع الستوريج بتاحتك اللي هي دلوقتي 237 30 وفاكرين على nfs1 حاول يكون الكابتال الاسمول اللحظه عشان هو nfs مجرد ما انا connect خلاص نضغط دلوقتي حتى هنا الفولدر ديت كاريت فيها data اهو مريش هنا برميشن ممكن واحد كده نضيفه برميشن واكذا لو اندخل اعملته برميشن على منظام الويند ده ال data اللي عندي موجود اهي ده طبعا هنا هنا بنفس الفولدر ده على فكرة هو mount مع vmware فعشان هتأكد حتى انه شغال كويس ممكن ابيه هنا كده لو كاريت ال data اسمها new data وعملت اوكي مفترض الفولدر ده لو روح تشوف نافل microsoft مع vmware اوكي 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 شما نغيره مش تقدر تستخدم نرجع لموضوعنا ازاي نكاري دلوقتي فولدر cifs نيه في الستورج عندنا من ال file system add اوكي 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 نسمي مثلا smb1 اي اسم اوكي 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 اسمها اوكي اسمها اسم 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 بي هادر اشتغل العروف طبعا لو فاكري احنا عملنا جوين ناس سيرور مع الاكتف ديريكتري فبالتالي ممكن عندي اوبشن اضيف برمشن من الاكتف ديريكتري الخاص بيه على الفولدر ده ويبقى كده عملت ازمتكيشن مثل اكتف ديريكتري مش ازمتكيشن من الوكال يوزر لما طبعا مور ده مور سيكورتي و مور افغانتشت في البروداكشن و في الشركات كبيرة طبعا بربط كل حاجة بالاكتف ديريكتريه يكون بالاكتف ديريكتري حكي اوه في دوقات كاريته هنا لوجدت الابشن لتفوق الابشن ممكن طبعا ممكن تعمل اسم بي لسا سنابشوت في اي وقت تعمل موضوع تيرينج ممكن ايه تعمل كوتا كوتا هنا لليوزر ممكن تحدد اليوزر وكل يوزر يبقى ليه كوتا ابدئيه نيم يوزر ايديه وغيره وتعمل كوتا عندك لكل يوزر لو رحنا دلوقتي دي السيرفر بتاعي اعملت مسلا شير عادي خالص توباك سلاش مئة متسعين مئة تبعين وستين مسلا سبعة تباتين انتر بلاقي هنا على طول ايه الفولدر بتاعي موجود عادي وقدر اكاريت في فولدر وكل اشي وقدر داتا واشوف البرميشن واضف البرميشن وعمل كل حاجة انا عاوز اعملها حتى ممكن عندي البرميشن اقدر اشوفه واضف البرميشن من خلال واشوفنا البرميشن اخر حاجة ضفن الاسي ام بي ممكن تعمل سنابشوت وغيرها ومهمه وفي معورة شير فولدر سواء نفس او سواء سامل موضوع وموضوع مجموز ويضع على الوندوز طبعا لانها مش صبورة تضيفها على فيموير والآن فيه وذي ازاي نكارية ناس سيرفر ازاي نكارية نفس نكونكت مع ال NFS ده مع VMware ونكونكت مع Windows Server وعملنا CIFS Folder اللي هو ال SMB Folder بتاع Windows Share ونكونكت بي على Windows Server سواء Client أو Server أو AMC يبقى كده يعتبر انتهينا من الجزء الثالث من How To Use Physical Storage أو Configure Physical Storage وده كان يعتبر جزء خاص بال NAS Storage أو File Level الجزء الثاني كان موجود على مضوع SAM أو Block Level كان معكم خالد دسوئي وشكرا جدا بحسن استمعكم